ساعات كلنا بنشتاء للقاهرة القديمة الجميلة بسحرها الرائع ويجينا كده شعور باننا حابين نرجع بالزمن الجميل ونكون حابين نخرج في مكان ما نكونش زرنا قبل كده لاننا بقى زهقنا من نفس افكار المطاعم والقافهات والخروجات المعتادة اللي احنا متعودين عليها كلنا تعالوا اخدكم في جولة معايا في النادي اليوناني في وسط البلد في شارع طلعت حرب في القاهرة اتابع للصفارة اليونانية واعرفكم التفاصيل كاملة علشان لو حبيتوا في مرة ان انتوا تزوروا المكان بس كالعادة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض طبعا المكان اسمه نادي المركز اليوناني بالقاهرة من ويحنا بقى طالعين على السلم او من ويحنا دخلين العمارة او من ويحنا دخلين على الابواب اللي هي اللي بتدخلنا بقى على المركز اليوناني بالقاهرة تفتكروا بقى كده يحصل لكم نوستالجيا وتفتكروا بقى البيوت القديمة بتاعة الكاهرة والابيض ويسود والايام بقى الزمن الجميل المكان من اول ما تدخلوه تحسوا بكل اللي احنا قلناه ده قبل كده البيانو والمازيكا اللي هي اليوناني حتى بتلاقوا ناس كتيرة جدا بتيجي مثلا بتبقى من رواد المكان او ناس اجانب او من الجالية اليونانية بيعودوا بقى يعزفوا على البيانو بيعملوا حفلات حلوة قوي الصبح وبالليل والبلكونات او الفرندة زي ما كانوا بيقولوا ايام الزمن الجميل برضو موجودة هنتفرج عليها كمان شوية والبانوهات اللي موجودة في كل مكان وكمان النجف كده اللي هو الستيل القديم قوي الكلاسيكي وشكل حتى الترابيزات والكراسي والمفارش وكل حاجة في المكان تحسسكو بعبق المكان وان هو قد ايه مكان جميل جدا ومن سنين السنين موجود واحنا ما كناش نعرف عنه اي حاجة او ناس كتيرة جدا ما كانتش تعرف عنه اي حاجة هو بالفعل مكان هادي جدا ومكان راكي وفي اجانب كتير بيبقوا موجودين حواليكو في كل مكان حتى اللوح الموجودة للديكوريشن على الحيطة كلها كده من الحاجات اللي هي الرومانية اليونانية القديمة وعالم مصر واليونان مع بعض المهم ان احنا دلوقتي كنا في المكان اللي هو يعني اندور بتقدر ان انتو تقعدوا فيه سواء كافي او سواء ريسترانت او مكان اللي استراحة تقعدوا فيها بعد كده بقى هنبدأ ندخل مكان مكان وجزء جزء في النادي اليوناني علشان نتفرج على المكان شامل متكامل عشان لما تروحوا هناك تكونوا عارفين بالزبط انتو هتعملوا بعد ما سبنا البرتشن اللي احنا كنا موجودين فيه دخلنا بقى على كوريدور كده لقينا فيه اتنين فيترين موجودين هناك فيهم بقى يونيفورم كده قديم قوي بصراحة انا معرفش هو ده يونيفورم مثلا جريكي او حاجة مش متأكدة قوي علشان ما يكونش معلوماتي غلب بس كان شكلهم لذيذ قوي ومختلف خالص فبرضو خدنا هناك صور حلوة قوي تسكرية وبعد كده كان فيه قدامهم زي برضو روم كده كان فيها برضو بيانو وده كده ستايلش وكلاسيكية جميلة وبعد كده في باقي الكوريدور هنبدأ بقى نطلع على السلالم دي علشان نتفرج بقى على الجزء التاني الموجود برضو الاعداد بتاعته لذيذة قوي وحبيت ان انا افرقكم عليها برضو معمول بقى فيها هناك كده الديكوريشن اللي هو بتاع بقى اليوناني كده الجزر بقى اليونانية والازرق والابيض الديكوريشن الجريكي اللي احنا عارفينه وحبيت برضو افرقكم على الشوارع الجانبية بتاعة وسط البلد من الشبابيك بتاعة المكان بعد كده هنبدأ بقى ندخل علشان نتفرج اكتر على المكان التاني او البرتشن التاني بتاع باقي الاعداد الموجودة في النادي اليوناني دي مثلا قعدة من ضمن الاعداد بتبقى لذيذة قوي الصبح وبالليل وبتبقى برضو هادية جدا وبردو بيتميز بيها برضو الديكوريشن الابيض في ازرق اللي هي المعتادة الجميلة بتاعة الديكوريشن اليونانية وكذلك برضو تكملية لها الاعداد دي برضو لذيذة جدا برضو كده بتبقى لها زاوية خاصة لوحدها لذيذة قوي الكراسي هناك برضو حبيت ان انا صورها لكم والمنازيل كل حاجة التفاصيل هناك مهتمين بها جدا جدا تحسوها كده يعني كل حاجة يعني فعلا دقيقة جدا عندهم وميزين جدا بها النادي اليوناني رسوم الدخول غير الاعضاء زي ما انتم شايفين دخول 20 جنيه شامل الضريبة اللي هي 14% فده سعر ليسكر وسعر محترم جدا جدا بالنسبة لدخول المكان فده بالنسبة مثلا اول معلومة بالنسبة لسعره لما تيجوا بقى تفتحوا المينيو كده هتلاقوا بقى عمارة جروبي الموجودة وهتلاقوا بقى الشكل الجميل بقى بتاع النادي اليوناني كده من زمان من ايام الزمن الجميل حطينه كده في اول افتتاح للمينيو فبجد عجبني قوي وشكله لذيذ جدا وبصراحة المينيو فيه جميع انواع المشروبات والمأكلات اللي انتوا تتخيلوها ولا تتخيلوها وحرفيا بالنسبة للمكان وبالنسبة للفايبز بتاعته وبالنسبة لكل حاجة في المكان فعلا الاسعار هناك انا حستها ان هي من ارخص ما يمكن يعني انا بروح اماكن كتيرة جدا وبلاقي مثلا الجودة مش زي الجودة بتاعت النادي اليوناني في الكهرة لكن بلاقي ان الاسعار اغلى من النادي اليوناني بكتير وبرضه بتبقى حاجات كلها احنا متعودين عليها من كافهات ومطعم انما المكان ده فعلا يستاهل كل جنيه يتدفع فيه كل حاجة تتخيلوها ولا تتخيلوها في المينيو موجود وانا سبته لكم علشان تتفرجوا عليه سريعا طلبنا كان طبعا الجودة اللي يعل عليها طلبنا من احنا بنحب ده جدا فعجبنا قوي حتى الطحينة حتى البابا غنوك حتى الفرانش فرايز السوتاي كل حاجة هناك روعة بعد كده بقى طلعنا على البلكونة علشان حبينا بقى ان احنا ناخد برضو كده يعني بتاع المكان في مكان يكون برضو جوه النادي اليوناني بس يكون بحيس برضو ان احنا نتفرج بقى كده واحنا في البلكونة على عراقة القاهرة وعلى جمال القاهرة وسط البلد والمكان الجميل ده اللي نادرا ما بنلاقي فيو بالروعة دي في شارع طلعت حرب المكان طبعا زي ما انتم شايفين علشان ما اتوهوش لو حابين ان انتم رو تروحوه غير كده برضو هو موجود على المابس والجي بي اس واضح جدا عنوانه اكتبوا النادي اليوناني بالكاهرة وسط البلد هيتلعلكم هتلاقوه اه في ميدان طلعت حرب بالزبط اه قدام المحل اللي هو عرفة اه وكمان حواليكم اه من اليمين اه برضو فندق اسمه اه توليب موجود هناك اه اللي هو عند العربيات بتاعت الامن المركزي دي اه وبردو على الشمال تقريبا كان فيه اوتيل اسمه كايرو انا على ما اتذكر كده اه والنادي اليوناني بقى في النص ما بينهم كده وطبعا اه الفيو بتاعت حرب قدامكم تبقوا بقى شايفين العمرات القديمة والشوارع كلها بتاعت وسط البلد وتتفرجوا بقى كده على الناس وهي ماشية اه حاجة كده بتاعة القاهرة ايام الزمن الجميل بقى بعيدا عن الاماكن الجديدة المستحدثة اللي احنا متعودين عليها واللي احنا رحناها كتير وخلاص بقى كلنا زهقنا منها ودايما حابين تغيير فده مثلا توليب اوتيل اللي انا قلت لكم عليه موجود جنب النادي اليوناني برضو علشان وانتوا رايحين هناك برضو تقدروا تعرفوا كزا علامة مميزة موجودة ومحل عرفة اهو قدامكم وميدان طبعا طلعت حربة موجود تقدروا تشغلوا المابس علشان تعرفوا وتروحوا المكان بمنتهى السهولة وانا فعلا زعلانة جدا جدا ان انا ازاي ما كنتش عارفة المكان ده لغاية دلوقتي هو الاول كان معمول لليونانيين وللجالية اليونانية فقط ومن قريب شويتين ابتدى ان هو يتفتح للزوار كلهم عادي ورسوم الدخول بتاعته بسيطة جدا والاسعار هناك حلوة قوي مكرنة باماكن كتير ده غير بقى طبعا الفيو بتاع المكان وغير الاعدة نفسها بتاعت المكان والاكسبيرينس بتاعت المكان مكان عمره 131 سنة تأسس سنة 1893 ازاي لغاية دلوقتي احنا ما نعرفوش الحاجة الوحيدة بس اللي ما عجبتنيش في المكان هي موضوع شوية الخدمة والضريبة اعتقد ان هي كانت طبعا زيادة سنة بسيطة بس مش مشكلة قدام حلاوة وجمال المكان آآ بس كده اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر باللايك بتاعكم مرسي جدا ليكم اشوفكم فيديو جديد باي باي